الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى فإن بر الواردين والإحسان إليهما له فضل كبير عظيم جدا عند الله تعالى وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أن الأبناء مهما فعلوا لن يستطيعوا أبدا أن يجزوا آباءهم وأمهاتهم عما فعلوه معهم إلا في صورة واحية مستثنى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هارة رضي الله عنه لا يجزي ولد والد إلا أن يجده رقيقا أي مملوكا فيشتريه فيعتقه لا يجزي ولد والد إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه يظن بعض الأبناء أنهم بالزيارات والاتصالات وبعض النفقة والإطعام يظنون أنهم بذلك من البررة رأى ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري في الأدب المفرد من رواية أبي بردة رضي الله عنه وعن أبيه رأى ابن عمر رضي الله عنهما رذلا من أهل اليمن يحمل أمه على ظهره ويطوف بها حول البيت ويقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر ثم توجه بالخطاب والكلام إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا ولو بزفرة واحدة فمهما فعل الأولاد مع آبائهم وأمهاتهم فإنهم لن يكافؤوهم أبدا على ما صنعوه معهم من أجل ذلك كن محسنا